السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مسيرة مساء اليوم نبدأها بالعنوين تقرير تونسي يفجر مفاجأة عن مستقبل علي معلول في الناد الأهلي وكهرباء وعقد سعودي خيالي وفي بيان رسمي الزمالكي اعترض على حكام نهائي الكونفدرالية الأفريقية وشبير يفجر مفاجأة من العيار السقيل في اختيار الأندية المشاركة في أفريقيا في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ونبدأ في التفاصيل كشفت تقارير صحفية خارجية عن قيام إدارة الناد الأهلي بفتح ملف تجديد عقد علي معلول لاعب الناد الأهلي خلال الفترة الحالية بعد طلب من مارسل كولار حيث ذكرت صحيفة تونس الرقمية أن مسؤول الأهلي أعاد فتح ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيصر الفريق اللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع في الوقت الحالي لأي فريق كما أضافت الصحيفة التونسية أن اللاعب يضع الأولوية للبقاء في القلع الحمراء رغم تلقيه عروضا خارجية من أندية خليجية إلا أنها شهدت الأيام الماضية تطورات في ملف تجديد التونسي علي معلول مسؤول الأهلي كانوا يخططون لعودة محمد شوكري لاعب الفريق السابق اللي بيتواجد حاليا مع فريق سيراميكا كلوباترا نظير تفعيل بند شراء اللاعب مقابل دفع مبلغ 9 مليون جنيه إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أربكت حسابات مسؤولي الناد الأهلي ودفعتهم في التفكير لتجديد علي معلول لا سيما بعد أن طلب مارسل كولر تجديد عقد اللاعب التونسي ولم يفاتح الأهلي علي معلول في التجديد بظل المبلغ الكبير الذي كان يتقاضاه اللاعب ويتخطى المليون ومئتين ألف لا سيما بعد ارتفاع قيمة الدولار ووصول قيمة اللاعب التونسي إلى 60 مليون جنيه تقريبا عموما سنرى خلال الأيام القادمة وخاصة بعد بطولة دور أبطال أفريقيا أمام الترجل التونسي ماذا يفعل الناد الأهلي في ملف تجديد علي معلول خاصة وأن عقده سينتهي مع نهاية الموسم الجاري كما أكد مصدر أيضا عن تلقي محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الناد الأهلي عرضا من الدور السعودي للرحيل عن القلع الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عيس أكد المصدر أن فريق الناد الأهلي تلقى عرضا من نادي الاتفاق السعودي للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهرباء على سبيل الإعرى لمدة موسم مقابل مليون وتمنمائة ألف دولار للناد الأهلي وراتب سنوي لمحمود كهرباء يقدر بمليون ونصف دولار هذه هي الأخبار التي حتى الآن خلال المصادر المقربة نعود إلى نادي الزمالك واعتراضه على حكام نهائي الكنفدرالية الأفريقية في بيان رسمي فقد أرسلت إدارة الزمالك اعتراضا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حكام تونسيين لتقنية الفيديو سواء حكام رئيسيين أو من ضمن تحقق تقنية الفيديو في مباراتي نهضة بركان المغربي في مباراة الزهب في المغرب أو مباراة الإياب في القاهرة المقرر إقامة مباراة الزهب يوم 12 ومباراة الإياب يوم 19 جاء اعتراض نادي الزمالك متضمنا أن حكام تقنية الفيديو في مباراة الزهب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب نهضة بركان وهو التونسي نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص عليها الاتحاد الأفريقي في كل المناسبات خاصة مع نهائيات البطولات الأفريقية كما طالب نادي الزمالك في اعتراضي على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بأعادة النظر في اختيار حكام تقنية الفيديو في مباراة الزهب والإياب للنهائي حيث يتم رفع الحرج عن الحكام التونسيين الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات والتي قد يشوبها عدم التوفيق أو الجدل مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مبارتي الزهب والإياب بين نادي الزمالك وفريق نهضة بركان المغربي ويؤكد الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي اللي بيعتبر شريكا فاعلا في نجاح كل البطولات وقد أرسل بالفعل نادي الزمالك هذا البيان وهذا الاعتراض وذلك للنظر في حكام تقنية الفيديو في مباراة الزهب والإياب أما أحمد شبير فيفجر مفاجأة من العيار السقيل حيث كشف أحمد شبير عن مفاجأة من العيار السقيل بشأن اختيار الأندية المصرية التي ستشارك في بطولات أفريقيا في الموسم الجديد وفقا لترتيبهم في الدوري قال أحمد شبير في تصريحاته عندي معلومة أن اتحاد الكرة هيفض الاشتباك الحائر حاليا في قصة الأندية اللي هتشارك في بطولات أفريقيا بالنسخة الجديدة وهي أن هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة بالاحتكام للمواجهات المباشرة بين الأندية لإنهاء الجدل الحائر حاليا وذلك حال اعتماد نتائج الدور الأول وهذا سيكون ظلم كبير للأندية يريدون ادخال نادي الزمالك في القصة لأنه فاز على النادي الأهلي فكذا يكون قد شارك في البطولات الأفريقية والزمالك في المركز حاليا في المركز 13 في بداية في الدوري المصري وأضاف أحمد شبير في تصريحاته قائلا في حال الاحتكام للمواجهات المباشرة في نتائج الدور الأول من الدوري سيصيب في صالح المصري هو الأقرب للتأهل ولكن انبي سيقول لماذا المواجهات المباشرة فلما نلعب سوى مباراة واحدة وقد أحقق الفوز في مباراة الدوري الثاني ألمى بأن الفريق البورسعيدي فاز على انبي بهدفين مقابل هدف وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بين نادي المصري وانبي حيث أصدر كل منهما بيان رسمي كل واحد طلب بحقية المشاركة في بطولة أفريقيا في النسخة الجديدة لاحتلالهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري مع انتهاء مباريات الدور الأول وما زال اتحاد الكرة حائر في هذه القصة ولم يتم تحديد الأندية المشاركة في دور الأبطال والكونفدرالية الأفريقية ولكن من المحتمل أن يكون هناك إجراء جديد حيث أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الموسم المقبل سيشهد العديد من الإجراءات الجديدة في شكل دوري من أجل السيطرة على الموسم حيث قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحاته أنه من الممكن الاستعانة بخدمات هاني أبو ريدا عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي من أجل طلب تأجيل حسم الأندية المشاركة في أفريقيا إلى ما بعد انتهاء الموسم هاني أبو ريدا لديه علاقات قوية في الاتحاد الأفريقي وقد نفكر بجدية في خطوة الاستعانة بخدماته لتأجيل تحديد الأندية الأربعة اللي هتشارك في دور الأبطال والكونفدرالية إلى نهاية الموسم وليس بعد نهاية الضور الأول ولكن ما قاله أحمد شبير فهو جديد بالمرة النهاردة إن شاء الله مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المباراة اللي هتقام الساعة عشرة مساء تمام الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة وعشرة بتوقيت السعودية النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر